اعلن ساعدة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عن الانتهام من تسويق مساحات العرض المتاحة في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة بشكل كامل وقال الوزير في تصريحات صحفية انه تم حجز جميع الاماكن بنسبة 100% بالمعرض المقرر اقامته خلال فترة من 21 وحتى 23 من شهر يناير المقبل بقاعدة الاسخير الجوية وكان وزير المواصلات والاتصالات قد عقد عدة اجتماعات مع شركات عالمية على هامش معرض دبي للطيران الذي يعقد في الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري في اطار بحث اوجه التعاون وتعزيز مشاركة الشركات في معرض البحرين الدولي للطيران حيث تم التوقيع مع عدد من الشركات لحجز مساحات في صالة المعارض ضمن فعاليات المعرض المقبل